عايزين كمان يمكن عايز اتكلم عن التقلق اللافت والواضح النهاردة يا جماعة من لعبة النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي كلهم بقول كده علشان انا في قناة النادي الاهلي وطبيعي جدا ان انا نحز لقناة النادي الاهلي وانحز بدءا من الكابتن محمد الشنوي في حراسة المرمة اللي دايما بيمنح الثقة والاطمئنان لباقي الزميله في الفريق وكمان النهاردة يمكن عمر السلية شفنا اللقطة دي بتاع التسليم والشارة الكابتن لمحمد صلاح ازاي تمت بسلاسة ازاي كان فيها مرونة على فكرة محمد صلاح اول مرة في تاريخه مع المنتخب يحمل شارة الكابتن نهاردة السلية اللي كان يمكن مركز ثقل كبير جدا في وسط الملعب واداء راقي جدا ومميز على الصعادين سميه الدفاعي والهجومي كمان الخطورة اللي بيظهر بيها النهاردة عليها محمد شريف والهدف زي ما قولنا اللي سجله علشان يمكن يسجل من جديد في التصفيات بعد ما سجل هدف قبل كده جميل برضو كان في مباراة توجه في الجولة الرابعة لكن قبل دول كلهم عايزة اقف فعلا فعلا عند فنانك كبير الحقيقة نالك القضية محمد مجدي أفشا ده محمد رساء يعني أنا محمد أفشا النهاردة بيبدع جوه الملعب النهاردة بيعزف أحلى الألحان أفشا بدأ النهاردة السمفونية بتاعته الحقيقة الربعية دي بصناعة الهدف الأول زي ما قولنا للنني بعدها صنع الجوني التاني لمحمد شريف بعد كده على الهدف الرابع برضو بتمريرة سحرية جدا جدا وماكرة في نفس الوقت لمحمد صلاح الحقيقة النهاردة يمكن رجع تاني مرة أو رجع يعني من جديد نجوم الأهلي يتركوا بصماتهم القوية جدا مع منتخب مصر وهو ده النادي الأهلي الحقيقة اللي كل ما يكون قوي ده اللي كنا بنتكلم فيه في الأول مش دفاعا عن أيمن أشرف ومش دفاعا عن سيم من الناس في الأهلي مصاب النهاردة ده بيصب في مصلحة منتخبنا اللي ظهر عليه بالقوة المطلوبة اللي احنا شفناه النهاردة ممكن نبرح كنا عمين تقرير مع الناس قد إيه كانت مشتاقة من الأداء المتواضع هنسميه لكابتن حسام البدري لما بنلعب كرة حلوة وتبقى فعلا شخصيتك وهبتك بترجع جوه الملعب يعني الناس بتنمى بسوط